ندخل بقى على النفروتيكسندروم هلاخد فيها ايه؟ اربع امراض اول حاجة فيهم هي الممبريناس جلوميريولو نيفريتس الممبريناس جلوميريولو نيفريتس بيقول لك ان ده اهم سبب يعمل نفروتيكسندروم في القضل طيبة تاني احنا دخلنا في النفروتيكسندروم ماش ايه هي النفروتيكسندروم خلينا نقول نفروتيكسندروم عندنا ده الافرتا ديكابيلاري ودي الافرينت عندنا البومانز كابسول اللي بيتكون من ايه؟ اه دي البودو سايتس هيحصل اميون كومبليكس او انتي بادي هيروح يترصب فيه الجلوميريولاي ينتج عنه ايففيس منت للبودو سايت فالبودو سايتس الايففيس دي مش هتقدر تمنع البروتينز انها تنزل فيه اليورن فيبدأ ينزل كميات كبيرة جدا جدا من البروتين في اليورن بيحصل فيه حاجة اسمها ايه؟ هيفي بروتينوريا كمية البروتين اكتر من 3.5 جرام برده تمام كده؟ دي النفروتيكسندروم عشان لو ايه؟ لو حد نسي قلنا ان اول نوع عندنا هو مين؟ هو الميمبريناس جلوميريولونيفريتس الميمبريناس جلوميريولونيفريتس هو اشهر سبب يعمل نفروتيكسندروم في الاداتس اشهر سبب يعمل ايه؟ نفروتيكسندروم في الاداتس بيحصل في مين؟ في الاداتس يعني في الناس الكبر في الميدل للأولد ايتش وبرده في الميل اكتر من الفيميل طيب الباثوجينيس بيقولك ان هو عبارة عن انسايتو ايميون كومبليكس بالاي جي جي بيبقى ايه؟ انسايتو ايميون كومبليكس بالاي جي جي يعني هذه الجلوميريولايا هي الأنتي بادي هيروح يمسك في حاجة في الجلوميريولايا ايه هي؟ الانتيجي غالباً unknown يبقى تاني لو فكرين في الجود بوستير سندروم كان انسايتو ايميون كومبليكس والانتيجي كان بيمسك فيه انتيبادي في الجلوميريولايا необس كاد معروفة اللي هي كانت جلوميريولار بسمنت ميمبرين انما هنا مش معروف ايه هو الانتيجيificación تمام؟ يبقى تاني بيحصل انسايتو ايميون كومبليكس الانتيبودي هو ال-IgG الانتجين مش عارفينه تمام بيقولك ايه هي الطايفز بتاعته اما يكون برايمري واما يكون ساكندري برايمري يعني بادئ في الجلوميري لايزة نفسها ساكندري يعني بسبب حاجة تاني البرائيمري غالبا بيبقى ايديوباثيك بيقولك ان 85% من الحالات الانتجين بيبقى unknown ممكن يبقى بسبب جينيتك ممكن يبقى بسبب ايه اوتو ايميون ديزيز يبقى اول حاجة نفتكر السبب بتاع المنبرينة سجلوميرينفريتس اول حاجة انه هو ايه ايديوباثيك مش عارفين السبب تاني حاجة ممكن حاجة ورصية جينيتك تالت حاجة ممكن يكون بسبب خلل مناعي اوتو ايميون زي اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه النظرية بتاعت الانسايتو ايميون كومبريكس دي تمام ساكندري ممكن يكون بسبب ماليجن انتو تيومر زي كانسر كولون زي المينا نومة او بسبب دراجز زي البنسلامين اي انفكشن هباطايتس بي فيروس بالهاريزياز مالاريا سيفاليز ميتابوليك ديزيز زي ديابيتس مليتس او تايرولايتس او اوتو ايميون ديزيز زي الـ SLA او اللوبس اه تمام طيب ايه الفرق هنا ما بين الاوتو ايميون ديزيز دي والاوتو ايميون ديزيز دي الاوتو ايميون ديزيز هنا معناه ان المناعة اتجننت في ضربة الجلومريولاي تمام ده كده primary glomerulite هي اول حاجة تتأثر انما autoimmune disease هنا قصده ايه قصده ان فيه مرض مناعي في الكسم تسبب ان يحصل glomerulonephritis زي الزئبة الحمراء تسببت انها حصل glomerulonephritis تمام انما هنا لا المناعة ذات نفسها راحت ضربت في glomerulite كده من غير سبب من غير ما يكون فيه اي امراض منعية تن تمام المورفولوجي الشكل بتاعه ايه قالك بالالكترون بيه ال light microscope هتشوف ان glomerulite مورورلس نورمر برضو في الصيز تمام بيقولك ان بيبقى فيه برضو ما فيهوش لا معلش ما فيهوش cellular infiltration ولا proliferation وبيقولك ان ال disease ده بيبقى فيه higher line thickening في glomerular basement membrane وبالsilverstein هتشوف حاجة شبه L spikes الكلام ده معنى ايه ادي glomerular basement membrane وادي البودو sites glomerular basement membrane هيبدأ يحصل فيه thickening في glomerular basement membrane طيب وهنا فيه deposition صح ال immune deposition ده تمام ال complex اللي تراصل بيقولك هنا فيه ايه thickening فيه glomerular basement membrane غالبا thickening ده بيبقى ما بين deposition يعني غالبا بيبقى هنا كده glomerular basement membrane thick اكتر تمام يبقى هنا thickening بيبقى اكتر فبالتالي لما تجي تشوف بالالكترون ميكروسكوب او بالsilverstein هتشوف هنا حاجات بروزات زي ايه زي spikes تمام كده حتى هنا لما تجي تبص هتلاقي ان فيه السهم مشور عليها هي عبارة عن بروزات صغيرة كده تمام بتاع glomerular basement membrane وبتوين ايه غالبا بيبقى deposition وبتشوف كمان spikes وبتشوف effacement بتاع البودوسايت تمام كده طيب في الخرونيك stage بتشوف ايه قالك انه في الطبيعة اللي هنا يعني بتشوف ايه thickening في glomerular basement membrane طيب في الخرونيك لا هتشوف thickening في capillary wall كمان يبقى capillaries كمان هتتخل فلما الكاملary يستدخل مش هتقدر تفلطر دم فهيقل اللي هيحصل كلام بقى المتوقع يوريا هتسيد في البلد يوريميا هيحصل هيحصل كده كده بروتينوريا بسبب النفروتك سندروم يعني طيب وبيقولك انه في صم glomeruli ممكن يبدأ يحصل هايالانيزيشن ويحصل اتروفي في glomeruli وفي الانترستيشيام او في التيبيول وينفلتريشن يعني بالخلايا المناعية تمام كده يبقى هيحصل في glomeruli هيحصل لها هايالانيزيشن واتروفي في glomeruli وفي التيبيول وكمان هيحصل ايه هتشوف الانفلتريشن بتاع المونوسايتز بال اميونو فلوريسنز هتشوف ايه هتشوف ال اي جي جي دي بوزيشن الونج الجلوميول بيزمنت ممبرين وشكلها بيبقى ايه شكلها بيبقى جرانيولر تمام طيب الفيت بتاعها بيقولك ان 70% لتسعين في المية هيقلب لايه هيبروجلس لرينا الفيلير في خلال خمس لعشر سنين تمام هيبروجلس لرينا الفيلير في خلال خمس لعشر سنين هو وكده برضو البروجنوز يعني باد مش مش كويس يعني تمام 70% لتسسين في المية هيقلبوا الرين الفيلير دي حاجة وحش انه في الربج البروجنوز كانوا برضو بيقلبوا كان فيه 40% او ايوة تقريبا 40% بيقلبوا كريسنتري ممكن يحصل لهم رين الفيلير بس خلي بالك ان هنا الرين الفيلير بياخد خمس لعشر سنين هناك في الربج البروجنوز كان بياخد من اسابيع لشهور بيقولك ان 10% ل30% دول ريفيرزابل وبيقولك انه كورتيكوسترويدز يعني الكورتيكوسترويدز مش بتعالج العين تمام ملاهاش اي رول في انها تعالج العين بعد كده بيتكلم عن المينيمال تشينج جلوميرون نفريتز او اللايبويت نفروز المينيمال تشينج جلوميرون نفريتز بيقولك ان ده اشهر سبب يعمل نفروتك سندروم في الادلت هنا المينيمال تشينج بنسمه مينيمال يبقى حاجات صغيرة لاطفال الصغيرين يعني يبقى ده اشهر سبب يعمل نفروتك سندروم في ال تشيندرون طيب بيحصل ما بين 2 ل6 سنين تمام بيحصل اطفال من 2 ل6 سنين بيقولك ان هو غالبا مش بنشوف ايه اميون ديبوزيشن احنا كل الكلام اللي احنا كنا بنقوله ان جلومريولاي بيترصف فيها اميون كومبليكس هنا بيقولك احنا بنشوف مش بنشوف اي اميون ديبوزش يبقى هو ايه يبقى هو مش بالسبب المناعة تمام بس في اسباب تانية برضو لما نيجي نبصلها تخليك تفتكر ان هو بسبب مناع زي ايه مثلا قالك زي مثلا ان هو بيحصل بعد الاميون او بعد التطعيمات ان هو بيحصل بعد الريسبيراتوري ان هو بيبقى متزامن مع الاجزيمة والراينايتس ان هو عنده دراماتيك رسبونس للكورتيكوسترويدز يعني ايه الكلام ده يعني لو وديت العيان دوت كورتيكوسترويدز هيخف بطريقة يعني حلوة جدا يبقى بالتالي هو بيستجيب كويس اوي للكورتيكوسترويدز بطريقة دراماتيك يعني فقال له طب هي كورتيكوسترويدز اصلا وظيفتها ايه بتصبت المناعة طب لما ادي حاجة بتصبت المناعة ويخفها حلوة قوي يبقى السبب كان ايه كان سبب مناعي ده منطقيا الكلام يعني بيقول كده طيب بيقول لك increase in patients اللي عندهم ايه الهوتيكين يعني الناس اللي عندهم هوتيكين مرتبط بخلال مناعي يبقى دي كده اسباب تقول ان هو مناعي انما في الحقيقة لما تيجي بص تحت الميكروسكوب انت مش بتشوف اي حاجة مناعية او اي دي بوزيشن تمام ده بتشوف antibody ولا بتشوف antigen antibody complex ولا اي حاجة بس دي اسباب ممكن تقول ان هو مناعي فهم يعني مش عارفين السببب الاساسي ايه تمام كده طيب بيقول لك ان هو يعني عموما هو فيه immune dysfunction في حاجة يعني لو قلنا ان هو مرض مناعي فبالتالي فيه immune dysfunction بان فيه مادة معينة بتلف في circulation ايه هي الله اعلم فيه مادة معينة بتلف في circulation هتروح تترسب في glomeruloi فتعمل injury في البودوسايت والانجري دي هتعمل ايه هتعمل بروتينوري تمام كده يبقى هو السبب مش معروف انما التسلسل اللي احنا عارفينه انه هيحصل بودوسايت الفيسمينت ينتج عنه ايه بروتينوري السبب ايه بقى الله اعلم حاجة معينة راح تدمرت البودوسايت طيب المنمال change تاني glomerulonephritis او liboid nephrosis تحت اللي ايه هتشوف ايه قالك glomeruloi هو من اسمه minimal change minimal change يعني التغيرات اللي فيه بسيطة جدا بيقولك ان في المنمال change glomeruloi شكلها ايه شكلها normal التي بيوز بس فيها شوية لبت من اسمه liboid nephrosis فالتي بيوز تيبه فيها شوية لبت وبتحتاج ال-em عشان تعمل تيغنوز لان بال-lm انت مشايف حاجة بال-lm انت شايف شوية لبت في التي بيوز وبس خلوس بس كده انما الجروميري شكلها سليم ما فيش اي حاجة داين فيها فلازم تعمل اي ام طيب لما تعمل ال-em هتشوف ايه هتشوف الفيسم بتاع البودوسايت تمام لما تشوف الفيسم بتاع البودوسايت هتجي بص على البودوس انت اصلا كده كده كنت شايف ان فيها لبت في lm فبالتالي هنا هتشوف ان فيها لبت برضو بس بنسميها ايه اسمها البود لدن يعني الخلايا بتاعت البودوسايت لو تفتكر في الاول خالص قلنا ان الاميون فلورسنس ده بيشوف ايه الحاجات المناعية بيشوف الاميون كومبلكس احنا قلنا هنا فيه اميون كومبلكس قلنا ابدا مفيش اي اميون كومبلكس حتى لما جيت اتكلم على الام موضت اميون كومبلكس خالص فبالتالي بالاميون فلورسنس انت ايه نيجاتيب مش هتشوف اي حاجة بالاميون فلورسنس تمام كده طيب الكلينيكال بيكتشير هتشوف ايه هتشوف الاعراض بتاعت النفروتيك سندروم اللي هي ايه عبارة عن ماسف بروتيونوريا سيليكتف للألبومين اكتر من 3 ونص جرام بردي طيب هايبرتنشن نورمان طيب فيه هايبرتنشن لا مفيش هايبرتنشن فيه هيماتوريا مفيش هيماتوريا فيه بس دراماتيك رسبونس الكورتيكوسترويد زي ما قلنا العيان بيتحسن جدا مع الكورتيكوسترويد والبروجنوز بتاعه ايه اكسلانت يبقى المينيمال تشينج انت شايف فيه ايه شايف بس لبد فيه التيبيولز شايف في البودوسايت شايف شايف بروتيونوريا عالية جدا انما بقى اي حاجات انت مش شايف اي حاجة تاني من اسمه مينيمال تشينج انت مش شايف غير البروتينوريا باختصار تمام كده طيب بعد كده عندنا فوكل سيجمنتل جلوميريول سكليروز من اسمه تاني فوكل يعني ايه يعني واخد اقل من نص الكدني ويه سيجمنتل يعني لو جيت بصيت على الجلوميريولاي ذات نفسها هتلاقي ان جزء واحد بس منها هو اللي متأثر تمام كده من اسمه برضو ايه جلوميريول سكليروز يعني الجزء ده يحصل فيه سكليروز اللي هو ايه عبارة عن زيادة في الهيال الماتيريال وزيادة في الميسانجيال ماتريكس تمام كده طيب بيقولك انه عبارة عن نيفروتيك بسبب بودوسايت انجري طيب ايه سبب البودوسايت انجري ما قالش او بسبب ان هو اساسا كان المينامان تشينج بعدين Abba ب بسكليروز لو جینا خطنا عن الرسمة هتلاقي حتة البمبا زيادة قوي دي هي دي الجزء اللي حصل له سكليروز تمام كده إنما بقيت الجلومريولاي يعتبر إيه؟ نورمال طيب بال-LM قال لك هتشوف إيه بال-LM قال لك هتشوف اللي بياخد إيه؟ بياخد فوكل وسيجمنتل من إسمه هو ما قالش حاجة زيادة بيقول لك إنه هو ما بياخدش كل الجلومريولاي أو بياخد من أقل من 50% يعني من الجلومريولاي بتاعتك كدني فهو فوكل ومن كل جلومريولاي بياخد منها سيجمنت بس فهو سيجمنتل طيب الاميونو فلورسنز قال لك هتشوف هتشوف فوكل جزء معين يعني هتشوف فيه إيه؟ طيب ال-Igm والcomplement 3 يبقى تيجي في الجزء اللي هو المريض ده أو ال-affected هو ده اللي انت هتشوفه به ال-Immunofluorescence هتشوف فيه إيه؟ ال-Igm والcomplement 3 تمام كده؟ طيب بعد كده عندنا الممبرينو بروليفراتف جلومريولاي نيفريتس الممبرينو بروليفراتف جلومريولاي نيفريتس قال لك إنه عبارة عن إيه؟ برضو عبارة عن نيفرواتيكسندرو طيب إيه الباثوجينيسس بتاعته أو بيحصل إزاي؟ قال لك إنه هو برضو عبارة عن إيه؟ عبارة عن Immune Complex أو Circulating Immune Complex يعني وبيستخدم من Type 3 Hyper Sensitivity يعني برضو قادي عندنا الأفرنت الكابيلاريز والإفرنت والجلومريولاربزمنت ممبرين والبومانزكارسول هيترصب مين؟ هيترصب Immune Complex نوع إيه؟ Circulating Immune Complex يعني يتكون فيه البلد حادي بعدين حصله ترابينج في إيه الجلومريولاي طيب الإميون Complex ده لما يترصب هيبدأ يعمل برضو أعراض بتاعت النيفرواتيكسندرو هيحصل بودوسايت إفيسمينت وكل حاجة بس ألك إنه هو اللي هنا المميز يعني هيحصل إيه؟ هيحصل فيه Thickening في إيه الجلومريولار بيزمنت ممبرين تمام؟ هيحصل Thickening في إيه الجلومريولار بيزمنت ممبرين ومعي هيحصل Misanjial Brulifresh هيحصل إيه؟ Misanjial Brulifresh طيب المisanjial Brulifresh أنت هيفرق معنا في إيه مراتي؟ هيعمل حاجة مميزة جداً إن الميسانجيال سلسة هتبتأت تحشر نفسها جوه الجلومريولار بيزمنت ممبرين ثاني الميسانجيال سلسة هتبتأت تحشر نفسها في الجلومريولار بيزمنت ممبرين دي بنسميها Tram-Track Appearance أو إن هو شبه السكة الحديد أو السكة بتاعة القطر تمام؟ كده؟ يبقى شكله إيه؟ شكله Tram-Track Appearance يبقى تاني لو جينا تكلمنا عن الممبرينو بروليفراتف جلومريون نفريتس الممبرينو بروليفراتف جلومريون نفريتس نوع عبارة عن نيفروتيك سندروم عادي جداً عبارة عن إميون كومبليكس أو سيركيلاتين إميون كومبليكس بيستخدم Type 3 Hyper sensitivity reaction المورفولوجي بتاعه بالLM هتشوف الميسانجيال بروليفراتف هتشوف الباسمنت ممبرين حصل له Thickening وSplitting اللي هو تقسم لنصين زي ما أنت شايف كده طب تقسم لنصين بسبب إيه؟ بسبب الميسانجيال Cell Inclusion جوه الباسمنت ممبرين يبقى تاني تاني عندنا الجلومريولار باسمنت ممبرين هو مش مقسوم ولا حاجة هو في الطبيعي زي ما هو كده بس إيه اللي هيحصل إيه اللي هيحصل إن الخلايا بتاعة الميسانجيال هتبدأ تحشر نفسها مش هيحصل لها بروليفراتف هتبدأ تحشر نفسها جوه الجلومريولار باسمنت ممبرين فيبان لنا إنه عبارة عن قطين اتنين مهم فاصلين عن بعض أو حصل له splitting اتقسم لنصين وشكله كده بنسميه إيه؟ Tram track appearance أو شكل إيه؟ السكة الحديد بتاعة القطر تمام كده؟ طيب الالكتروميكروسكوبي هتشوف إيه؟ هتشوف Sub-Endocelial Electron-Dense Deposition هتشوف إيه؟ Sub-Endocelial Electron-Dense Deposition طيب بالإميونوفلوريسنس هتشوف إيه؟ هتشوف Granular Sub-Evithelial and Mesangial وهتشوف الإميونوجلوبولنس هتشوف الإميونوجلوبولنس اللي عملت الكمبليكس دي ومعاها حاجة مميزة اللي هو Complement 3 Complement 1 و Complement 4 تمام؟ هنا أول مرة نقول أنواع تانية من الكمبليمت قبل كده كنا بنقول Complement 3 بس هنا Complement 3 1Q و 4 تمام كده؟ طيب بعد كده بدأنا ب Chronic Glomerulonephritis بيقول لك أن Chronic Glomerulonephritis هو End Stage هو End Stage بتاعت Glomerulonephritis يعني إيه؟ يعني أي Glomerulonephritis هيبدأ يسوق الوضع فيه هيتحول لمين؟ هيتحول لآخر حاجة هيتحول له هيتحول لي Chronic Glomerulonephritis طيب المورفولوجي بتاعه بيقول لك أن الكيدنيز Are Symmetrically Uniformally Reduced in Size يعني 2 كيدنيز الاتنين بشكل يعني متناسق أو الاتنين شبه بعض هيبدأوا إيه؟ يحصل لهم Reduced فيه السايز حاجمهم هيقل طيب السيرفيس بتاعهم هيبقى Granular الكابسول بيبقى Fairmally Adherent لازق جدا في الكلمة ما تقدرش تفكه Fairmally Adherent والcut section بيقول لك أن الكورتكس بتبقى Thick بتبقى Thin out والميدال Repairments بتبقى Shrunken ولوس لإدمركيش ما بين الكورتكس والميدال يعني لو جيت أبص على الكيدني هنا هتلاقيها شكلها عامل ازاي؟ أول حاجة 2 kidneys Symmetrically Reduced in Size السيرفيس بتاعها بيبقى Granular هتلاقي إن الكورتكس مفروض إنها Thin و الميدال Repairments بتبقى Shrunken وبيبقى فيه Loss of Demarcation ما بين الكورتكس والميدال Loss of Demarcation ما بين الكورتكس والميدال طبعا شايفين نواه هنا مش باين أي حاجة يعني ده مش شكل الكيدني الطبيعي خالص طبعا كده طيب بالLM قال لك الجلومريولاي بتسجست type of disease يعني إيه مش إحنا قلنا إن هو ده الend stage بتاعت الجلومريولاي يعني الجلومريولاي اللي كانت نوحها rapidly progressive لو قلبت الكرونك مثلا هيبقى شكلها إيه هيبقى شكلها على حسب اللي هي كانت موجودة فيه على شكل crescent طب لو هي أصلا كان مثلا فوكل سجمنتل ففيها سكلوروزز لو قلبت الكرونك الجلومريولاي في الكرونك هيبقى شكلها إيه هيبقى شكلها برضو فيها سكلوروزز شبه إيه شبه الأصل بتاعه يبقى هو هنا بيقولك بس المعلومة بتاعت أن الجلوم اللاي مش شكل واحد أموال الشكل مختلف على حسب الأصل أو المرض الأساسي اللي كما وجود كان طيب التبيوز هتشوف فيها الكاستس هتشوف فيها أتروفي طيب الانترستيش هتشوف فيبروزز هتشوف انفيلماتوري سيلز زي الليمفوسايتس بلازما سيلز وهتشوف ايه ثيكند أفريند أرتريول هتشوف ايه ثيكند أفريند أرتريول تمام طيب بعد كده بقى بيقولك ايه هي الكلينيكال بيكتر بتاعت الكولونيك جلوميريونيفريتس قال لك إيرلي اللي بيحصل إيرلي قال لك بيحصل بولي يوريا بيحصل ايه بولي يوريا يعني ايه قال لك الكدني بتبقى مش قادرة يعني دووقتي احنا عندنا الكدني مش احنا عندنا هنا الجلوميريولاي أو البومانز كابسول بعدين عندنا تيبيوز تمام كده تمام الجلوميريولاي بتبقى لسه في البداية لسه قادرة تشتغل بتعمل فالدم يتفلتر يتفلتر فينزل يورين 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 بس هنا تيبيوز ايه نحن مفروض تيبيوز دي وظيفتها ان اي حاجة بتتفلتر اكيد مش هينزل كل ده في اليورين لو احنا بنمتص المية تاني يبقى تيبيوز تبدأ تعمل تبدأ تعمل ري أبزورش صح؟ طيب هنا بقى تيبيوز اول حاجة ببوز فبالتالي تيبيوز بتفقد القدرة بتاعتها انها تعمل ري أبزوربشن فبالتالي كل الحاجات اللي نزلت في اليورين او دخلت جوة بومز كابسولة هنفقدها فبالتالي هنفقد كمية كبيرة جدا من المية او من اليورين فبيحصل ايه؟ بولي يوريا بيحصل بولي يوريا ليه؟ لان بتقل لقدرة التيبيوز انها تعمل أبزوربشن تمام؟ طيب وبالتالي لما كمية المية اللي هتنزل في اليورين دي كتير قوي هل اليورين هيبقى مركز؟ هل بتاعتها تبقى عالية؟ لأ هتقل اللي سبيسيفيك جرافتي بتاعت اليورين لانه بقى مخفف مليا ميه تمام؟ هيقل كمان ايه؟ بتاعتة الكونسنتريشن اف يورين يبقى اصلا الكيليا كم بتركز اليورين زي انها تمتص الماء هيه مش قادرة لا تمتص فبالتالي اللي سبيسيفيك جرافتي بتاعته قليلة مش قادرة تمتصه فبالتالي هي اصلا فقدة الكدرة على ان تعمله ايه؟ كونسنتريشن طيب ويبقى معاى برضو مويلد بروتينوريا وفي القط زي معنا تمام كده ده كده في الأيرلي ستيج طف الليت بقى قالك لأ في الليت مش احنا قلنا الجلوميريولاي كانت شغالة لأ في الليت بقى الجلوميريولاي ما بقتش شغالة فأصلا ما بقتش عارفة تعمل فلتريشن أساسا فبالتالي هيحصل إيه؟ هيحصل أليجوريا كمية اليوري اللي هتبقى نازلة هتبقى أليلة خالص ويوريميا لنا مش قادرين نتخلص من اليوريا وهايبرتينج تمام كده؟ يبقى في البداية في الأيرلي ستيج هيبقى فيه بوليوريا ما تفتكرش إن بوليوريا دي معناها إن الكدني شغالة كويس لأ ده مرحلة ما قبل الخطر يبقى تاني بوليوريا دي إنه خلاص لأ ده هي الكدني أساسا دي عالمة خطر إن الكدني مش قادر تعمل ليه ابزوربشن مش قادر تعمل كونسنتريشن ليه اليورين فبالتالي اليورين السبيسيفيك جرافتي بتاعته ايه؟ بتقل طب في الليت ستيجز لأ ده هي أصلا مش قادر تفلتر أي حاجة خالص فبالتالي بقى فيه أوليوريا ما بقاش فيه يورين بينزل وهيحصل طبعا اليوريميا والهايبرتينجان والكلام ده كله ماشي الصورة دي بتوضح لك إيه؟ توضح لك إن كل الأنواع بتاعت الجلوميريونفريتس ممكن تقلب في الآخر بين كرونيك جلوميريونفريتس ليه؟ لأنه هو الاند ستيج طيب آخر حاجة بقى بنتكلم عنها هي ايه؟ هي السيستيميك ديزيزز اللي بتعمل ايه؟ بتعمل جلوميريونفريتس كل الكلام نحنا كنا بنتكلم عنه كان معظمه برايمري أو السبب الأساسي فيه بيكون برايمري نتكلم بقى على حاجة سكندري بتعمل ايه بتعمل جلومينوفايتس واهم حاجة هي الديابيتك نيفروباسي اهم حاجة هو الديابيتس بيقولك ان الديابيتس ده بيعمل ايه بيقولك ان الديابيتس عندنا الجلوكوز الجلوكوز ده بيعمل ايه لكن هو بيقدر يتصل او يعمل اتتشمنت للأمينو جروب بتاعت البروتين يبقى تاني الجلوكوز بيقدر يتصل او يعمل اتتشمنت للأمينو جروب بتاعت البروتين فبالتالي هيعمل العين بتاع الديابيتس ده عنده هايبرجليسيمي عنده جلوكوز كتير فالجلوكوز دوت هيبدأ يمسك فيه الأمينو جروب بتاعت البروتين ويضمر السلميمبرين بتاع الخلايا بتاعت الجلومريولاية بيتاني بيعمل ايه؟ بيضمر السلميمبرين بتاع الخلايا بتاعت الجلومريولاية دي اول حاجة بيعملها طب تاني حاجة بيعملها كمان حاجة بيعملها الديابيتس انه هو بيأثر على البلاد فيزلس وبيأثر على الإفرنت في الأول أكتر من الإفرنت يعني إحنا بنقول قد يجي على الإفرنت يبدأ يجي على الإفرنت يبدأ يعمل له ثيكنينج وسكيلوروز فبالتالي هايدي فلما يدي الدم ماشي 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 مش لقي مكان يخرج منه فالمكان الوحيد اللي هو يخرج منه إنه هو يعمل إيه إنه هو يحصل له فيلتريشن فيبدأ يزيد الفيلتريشن يبدأ يزيد نهوة إيه الكابيلاري بيرميابلت يبقى تاني الإفرنت بيبدأ يحصل له فيبروزز وإن هو يبدأ يتقفل فبالتالي إيه اللي هيحصل نتيجة لده الدم يروح فين؟ الدم يبدأ ينزل في البومانز كابسول يحصل له فيلتريشن فتزيد الإيه الكابيلاري بيرميابلت فكمية اليورن اللي تنزل إيه تبقى كتير دي أول حاجة والموضوع ده بيعمل إنجري في المسانجيام اللي هو بيعمل يخليه يحصل فيه أكتيبيشن يبقى بيعمل إيه في المسانجيام؟ بيخليه يحصل أكتيبيشن في المسانجيام يحصل له إيه؟ برولي فريش فبيقولك تاني هو بيعمل إيه؟ قلنا إنجريكوز بيبقى تتشت بالأمينجروب بتاعت البروتين سوف يمكن يدمر السلممبرين بتاع الخلايا كمان بيخلي إن الكولاجين يبدأ يترصد فيه إجلوميريولاربيزمنت ممبرين وفي الكابيلاريبيزمنت ممبرين تمام؟ البلاد بيزز بيأثر عليها إزاي؟ الإفرنت يضيق ويحصل له فيبروزيز طبعا هيأثر على الإفرنت بس إيه؟ بس في المراحل المتطورة يعني يقولك إنه بيحصل إيه؟ تيكنين في بيزمنت مبرين المسانجيالسيز بيحصل فيه إكتيبيشن ويبروليفريشن طبعا بتزيد إيه؟ بتزيد الماتريكس اللي هو بيحصل إيه إيه؟ بيحصل إيه إيه سكيلوروزيز تمام؟ ويإنكريز في الإندوثيليال برميابلتي قلنا إنه هو الدم هيروح فيه؟ يحصل له فيلتريشن فبتزيد إيه؟ بتزيد الكابيلري برميابلتي تمام كده؟ تمام؟ بيقولك الإفكت بتاعه بقى على الجلومريولاي قالك أول حاجة إنه هو ممكن يبقى نون نفروتيك بروتينوري يبدأ ينزل بروتينز بس بروتينز دي إيه؟ نون نفروتيك يعني أقل من 3.5 جرام بردي أو إنه هي ممكن تبقى أكتر من 3.5 جرام بردي فهتبقى نفروتيك سندروم طيب ممكن ينتهي بالحال بإيه؟ بكرونيك رينال فاليور أو إنه الديابيتس ده يبدأ يعمل إيه؟ يبدأ يعمل ثيكننج زي ما قلنا في الجلومريولار بيزمنت ممبرين طيب لو حصل ثيكننج في الجلومريولار بيزمنت ممبرين ممكن يعمل حاجة اسمها منوديولار جلومريولوسكليروز أو ديفيوز ديابيتك جلومريولوسكليروز يعني بيبدأ يعمل جلومريولوسكليروز وخلاص سكليروز في الجلومريولاي تمام؟ مجمiczة. ثاني. تاني. الجلوميريو لي هيحصل فيه ايه؟ اربع حاجات. اول حاجة ممكن ان هو ينزل بروتينز كميتها او بروتينز كمياتها كبيرة. نيفروتينوري. او ان هو يقوم بي92 جلوميريولوني فريتس. احنا بنكلم عن مoki جلوميريولي سكلوروزز يعني. فيبدا يعمل ايه جلومريولو اسكلوروسوس وثickening فيه جلومريولار بسمينت ممبرين طيب بيأثر على الأرتريولز ازاي؟ قلنا مش احنا نسا يلين هو بيعمل اسكلوروسوس في الإفرنت في الإفرنت الأول بعدين الأفرنت طيب وكده بيأثر على الأرتريولز بيعمل أرتريولو اسكلوروس بيعمل ايه؟ أرتريو اسكلوروس طيب بيعمل ايه كمان؟ قال لك ان هو بيانكريز السسبتابلاتي للبيلونفريتس يعني ايه الكلام ده آدي احنا عندنا الكدنيا وعندنا ايه الحتة دي بنسميها الرينال بيلبس اللي بيحصل في الرينال بيلبس بيبدأ يعمل ايه؟ بيعمل فيها باييلونفريتس بيعمل فيها باييلونفريتس طب هنا قال لك ان هو بيزيد السسبتابلاتي ان يحصل بابيلاري نيكروزيز اللي هو لو جينا بصينا جوة الكدنيا عندنا دي الايه؟ دي الرينال او الميضالري بيرامتس الحتة الصغيرة اللي فيها دي بنسميها ايه؟ بنسميها بابيلاري او بابلة في حتة البابيلا يبدأ في ايه نكروزوس يبقى ممكن يعمل بايلونيفراتس في الرين البلبيس او يحصل ايه نكروزوس في البابيلا يعمل بابيلا ريكروزوس طيب ممكن يحصل ايه شوية او حاجات يعني تحصل فيه اتيبيوتس تمام كده يبقى ثاني تاتي لو اتكلمنا عن الجلوميرولونيفراتس او الديابيتك نفراتس او الديابيتك نيكروباتي بيعمل ايه? قلنا ان العيان بتاع الديابيتس بيبقى عنده هايبرجليسيمية عنده جلوكوس كتير. الجلوكوس الكتير ده بيعمل ايه? اول حاجة بيتصل بالامينوجروب بتاعة السلمبربين او بتاعة البروتين فيضمر السلمبربين بتاع الخلايا الجلوكوس ده بيخلي الكولاجن يبدأ يترصب فيه اجلوميريولاربزمنت ويعمله تيكنيناج الجلوكوس ده بيبدأ يأثر على البلد فيزلز فيعمل ايه? يعمل سكلوروزوس فيه الإيفريند بلاد فيزل لما يعمل سكلوروسوس في الإيفريند بلاد فيزل أو يتسد الإيفريند اللي هيحصل هنا الكابيلاريس دي هتبدأ تزيد فيها البرميابلتي وتبدأ ترشح مية كتير أو ترشح يورين كتير جوة البومانز كابسول وهيبدأ يحصل إيه بقى؟ يحصل نيفروتك بروتينوريا أو نون نيفروتك بروتينوريا أو يقلب بكرونيك رينال فيليار أو يحصل إيه؟ الجلوميريولو سكلوروس يحصل دايبتك جلوميري لوسكيلوروس طيب bigolus يقولك أنه ايه المورفولوجي بتاعه المورفولوجي بتاعه اما يكون diffuse واما يكون nodular diffuse يعني هياثر اكتباً من 50% من الجلوميري لاي بتاع الكادني بيحصل فيها ايه؟ قالك أن 盤 sustainedное basement membrane يعني الباسمان트 membrane هيبدأ يحصل فيه thickening وهيلوميزايشن يipse تاني باسمانته interesante هيبدأ يحصل فيه thickening وهيلوميزايشن طيب مش قولنا إن الفلتريشن الكتير قوي ده بيبدأ يعمل انجري في الميسانجيام بيبقى بيبدأ يعمل انجري في الميسانجيام فهتزيد الميسانجيام الماتريكس وهيحصل ميسانجيام بروليفريش بيقولك ان الميسانجيام ده ممكن يقعد يكتر 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 لحد ما يملأ الجلومريولاي فييعمل لها ايه؟ يعمل لها أوبليتريش يبقى تاني الكلام تاني تاني الجلومريولار الديفيوس طيب بتاع الديابيتك نيفروباثي بيحصل في ايه؟ بيحصل thickening في glomerular basement membrane الخلايا بتاعت الميسانجين بيبدأ يحصل لها proliferation لدرجة انها ممكن تزيد جدا وتبدأ تعمل اوبرت لابلتريشن في الجلوموريولاي تمام كده؟ طيب النوديولار بقى النوديولار بيقولك ان هو هيبدأ يحصل فعلا proliferation للميسانجين بس في نوديولز معينة في نوديولز بسيطة يعني مش هيخد الجلوموريولاي كلها لا ده هي نوديولز بس طيب لما يحصل في النوديولز ده بيبقى في مرض اسمه ايه الكيميتشيال ويلسونز ديزيز تمام بيبقى مع مرض اسمه الكيميتشيال ويلسونز ديزيز تمام اللي بيحصل قالك ان النوديولز دي ممكن هي في الطبيعي او في البداية يعني بتبقى الكابيلاريز مش احنا قلنا ان المسانجيوم ده بيحوط الكابيلاريز اه لما يبدأ يتكون النوديولز النوديولز دي بتخلي برضو الكابيلاريز بيبقى سليمة بتبقى انتكت يبقى تاني ادي عندنا الكابيلاري اتكون جنبه نوديول بس في البداية فب ksi الانتالي الكابيلر عمره الديفيوز والنداتالي อกلنا التجيب بأن اضفت الاتباط اضفت الاتباط 현ولجعر ocation تمام يبقى تاني كلم تاني احنا عندنا الفرق ماميدي الديفيوز والنوديولر ايه الديفيوز قلنا الجلومريولر بيزمنت ممبرين بيحصل فيه تيكنينج الميسانجيوم بيبدأ يحصل فيه بروليفريشن بس مش على شكل نديول بيبدأ يحصل فيه بروليفريشن بروليفريشن ده يزيد جدا 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 لحد ما يقفل الجلومريولايزة نفسه إنما هنا لأ dagen Jung association تفتعل dato يقدر بلات بلات فز يعني هنا يقدر بلات الجلومريولاي يقدر بلات نكروز الث participar إنما لا في النتح لأ ده هو ضغط على البلات فى تبدأ يحصل نكروزستستفي ال panting بدأ يكروزستستفى الدغات الأخر نسيغان في المحاضرة كانت عن sente سيقول لكن الورين ممكن ينزل في حبة كاستس. ايه كاستس دي؟ قال لك انه ممكن يبقى فيه شوية مش احنا قلنا ممكن ينزل أربيسيز او الأربيسيز تمسك في نفسها تمسك في بعضها يعني وتعمل شكل سطواني كده نسميه أربيسيز كاست. طيب البروتينز ممكن البروتينز اللي نزلة في البروتينوريا دي تمسك في بعضها وتكون شكل سطواني كده نسميه هايلاين كاست طيب الإبيثيليم حصل له شيدنج او بدأ ينزل خلايا إبيثيليم تمسك في بعضها وتعمل إبيثيليا كاستس تمام كده طيب لو ممكن يبقى جرانيولار كاستس اي ايه دي بريس او اي حاجة تمسك في بعضه تعمل ايه تعمل جرانيولار كاستس يبقى تاني ها عندنا هايلاين كاستس بتاع البروتينز هكده يحصل مع البروتينوريا بلوت كاست اللي هي عبارة عن بلوت سيز هتحصل مع مين مع الهيماتوريا ويهي سيليولار كاستس زي في تي بيوز مثلا لو خلايا منها وقعت او حصل يعني ممكن تتجمع وتعمل ايه تعمل برضو ايه كاستس تمام جرانيولار كاستس بس كده كده خلصنا عنحل بس كام سؤال كده مع بعض بيقولك 32 years old man presented with mild reduction في الجي فار يعني جرميرا فيتريشن ريت قليل وبروتينوريا ومعاه مايكروسكوبك هيماتوريا وليورن بروتين وكرياتينين ريشو انفروتك رينج بعدين بيقولك ان الميونو فلورسنس مايكروسكوبي برينا البيوبسي يعني خدوا رينا البيوبسي وبعدين شافوه تحت ال-IF لقوا ايه لقوا mesangial deposition من IGA تمام يبقى انت كده عندك الجي فار وليل تمام فيه بروتينوريا والهيماتوريا تمام هيماتوريا والmesangial cells فيها ايه فيها deposition لل-IGA تبتكر دوت ايه دوت ال-IGA نفروباثي اللي احنا بنسميها بيرجرز ديزيز تمام يبقى IG نفروباثي اللي بنقول عليها ايه بيرجرز ديزيز تاني سؤال بيقولك ايه هي بيقولك الجروس فيتشورز للكيدنيز ان كرونيك جلوميرينوفريتس انكلود اول اكسبت يعني الكيدني الجروس فيتشور بتاعتها في الكرونيك جلوميرينوفريتس بتبقى ايه ايه الحاجة ايه الحاجة الغلط هنا بيقولك ان هي جرانيولار اوتاو سيرفس او هي جرانيولار كيدنيز ار اسيمتريكلي تمام اسيمتريكلي ريديوست ان سايز لا هي سيمتريكلي ريديوست ان سايز يعني التو كيدنيز الاثنين سيمتريكلي ريديوست ان سايز يبقى دي الغلط تمام شايفين بس الفارق في ايه اسيمتريكلي تمام ماشي هالي هي فيها loss of demarcation between cortex and mandala ايوة كابسول ايوة يبقى الاجابة من بي السؤال اللي بعد كده بيقولك 12 years old boy presented with a history of sore throat تمام الكلمة دي يعني تعلم عليها كده كويس قوي sore throat دي معناها ان هو كان عنده infection بي streptococci تمام يبقى عنده ايه infection بي streptococci ماشي followed by هيمتوريا يبقى هو كان جاله streptococci بعدين بدأ يجيله ايه هيمتوريا هي كده ايه gromelonephritis يقولك خد رينالبيوبسي ويه لقوا ان فيها ايه diffuse proliferative بطن يبقى هو كده عنده ايه فعلا glomeronephritis نوع diffuse proliferative سببه post streptococcal ناشي بالاميونفلوريسس لقى granular deposition ماشي along capillary loop by the iga والcomplementary which is serological test would support the diagnosis احنا الdiagnosis بتاعنا ايه ان هو عنده acute diffuse proliferative glomeronephritis السبب بتاعه ايه post streptococcal قارفت منين ان عنده هيماتوريا dinephritic dinephritic syndrome جايله بعد sore throat يبقى دوات ايه بسبب post streptococcal طيب ايه التست التاني اللي احنا نعمله يأكد لنا الdiagnosis هو ايه anti streptolysin o antibodies anti streptolysin o antibodies هيأكد لك انه كان فعلا عنده ايه post streptococcal infection ماشي بعدين بيقول لك nine years old girl presented to the nephrology clinic with a history of عندها هيماتوريا ويه oligori ماشي she recently had a sore throat والتاني برضو اهو sore throat يبقى دي ايه post streptococcal gomelinofrites on examination bilateral عندها ايه bery orbital اديمة تمام laboratory investigation included low complement level حتة دي نفهمها هو low complement ليه مش احنا قلنا ان الكمplement بيترصب فيه glomeruli تمام الكمplement بيترصب فيه glomeruli فبالتالي لو جيت ايه نسبة الكمplement دي في الدم هلقىها قليلة ليه لان احنا استنفذنا كل الكمplement اللي موجود ورصبنا في glomeruli يبقى تاني الكمplement مترصب فيه glomeruli فبالتالي نسبته في الدم بقيت قليلة عشان اللي في الدم خلاص راح ترصب في glomeruli فعلا تمام ماشي and raised anti-striptococcal infection يبقى هي عندها عندها هيماتوريا وعندها oligوريا والكمplement قليل يبقى كده كمplement ترصب في glomeruli والanti-striptococcal عالي يبقى هي كده فعلا كان عندها post-striptoccal infection اثناش بيقولك بالrenal biopsy was performed عملوا renal biopsy which characteristic electron microscopic finding would most likely exhibited in this case يعني هتشوف ايه بالم اي بالام اي ام قصدي بالالكتروم ميكروسكوب هتشوف ايه قالك هل هتشوف effacement of food process effacement دوت في البروتينوريا في القصدي النفروتك سندروم مش النفريتك احنا هنا نفريتك يبقى لا مش هشوفها misangial deposition لا مش هشوف misangial deposition هشوف reticular aggregates لا هتشوف ايه sub epithelial hums shape deposition هتشوف sub epithelial hums deposition تمام كده ميش بيقولك the most common histological feature لرابدلي progressive glomerulonephritis الhistological feature اهم حاجة تحت الميكروسكوب في الرابدلي progressive glomerulonephritis هي ايه هل هي بودوسايت انجري لا طبعا لان دي نفريتك مش نفروتي طيب هل هي crescent formation ده اكيد crescent formation تمام هل هو في glomerular basement membrane thickening هل في sclerosis ده ما يهمني ما يهمني اللي يهمني المست كومن من المست كومن الكريسنت ماشي بعد كده بيقولك بيرجرز ديزيز اللي هو l-iga nephroboty show the following ممكن يبقى يترصب sub endothelial لما هو هنا ايه mesangial طيب all causes of nephritic syndrome have in common the following features except يعني nephritic بينهم كلهم حاجات مشتركة مع عدى ايه inflammatory cell infiltration كلهم فيهم inflammatory cell infiltration proliferation للسيل او بيحصل فعلا proliferation effacement of budocytes هل هي l-nephritic بيحصل فيها effacement of budocytes لأ طبعا طيب glomerular endothelial cell injury او بيحصل endothelial injury يبقى الغلط هنا هو تمين l-effacement بتاع البودocytes ماشي بعدين بيقولك الكريسنتريك glomerular nephritis can be caused by which of the following situations except الكريسنتريك هيبقى بسبب vasculitis secondary للvasculitis عادي good booster syndrome او بيحصل بعد good booster syndrome boost streptococcal بيحصل فعلا boost streptoccal هل بيحصل مع minimal change disease لا ما قلنا هاش minimal change disease اصلا يعني المرض بسيط اللي خليه تحاول لي كريسنتريك لا يبقى البسكولitis بييجي فعلا ده كاكوز وgood boost streptoccal والboost streptoccal انما minimal change ما نجبناش سريتها طيب the main injury in acute glomerulonephritis affect which of the following cells the main injury في acute glomerulonephritis بتأثر على مين هل هي بتأثر على البودوسايتس لا ليه لان acute glomerulonephritis ده عبارة عن nephratex syndrome طيب بيقصر البودوسايت لا nesangial cells لا epithelial cells لا epithelial هي budوسايتس والbrital layer هما الا endothelial cells ليه تاني acute glomerulonephritis تعبارة عن nephratex syndrome nephratex syndrome قلنا اللي بيتضمر glomerulore basement membrane وال endothelium تمام يبقى endothelium acute diffuse proliferative glomerulonephritis follow the infection by streptococcus viridans ولا streptococcus ureus ولا streptococcus heimolyticus ولا streptococcus fecalis ها احنا قلنا post streptococcus infection b group ايه beta heimolytic تمام streptococci heimolytic يبقى ايه يبقى streptococcal heimolyticus ماشي oliguria in nephratex syndrome is d2 liriguria بتحصل بسبب ايه احنا قلنا بيحصل oliguria ليه عشان حصل proliferative تمام يبقى هل هو بسبب decrease blood volume لا ما قلناش كده هل هو بسبب decrease glomerular filtration rate ايوة طبعا طيب هل هو بسبب decrease water intake عشان ما بيشربش ماء كويس لا هل اولف زباف لا يبقى oliguria بتاعت in phratex syndrome بتحصل بسبب ايه بسبب decrease glomerular filtration rate ال proliferative طيب بيقول لك good booster syndrome is characteristic by all except good booster syndrome هو autoimmune condition ولا pulmonary hemorrhage ولا rapidly progressive glomerular nephritis ولا intestinal hemorrhage هو autoimmune هو بيحصل في pulmonary hemorrhage وهو rapidly progressive فعلا انما هو ما بيعمل intestinal hemorrhage طيب epithelial crescents are characteristics of crescents بتحصل مع acute diffuse proliferative glomerular nephritis لا هل هو بيحصل في rapid progressive اه طبعا با المست common cause di crescents بيحصل دايما مع rapid progressive طيب microscopic features of chronic glomerular nephritis microscopic تحت المايكروسكوب بنشوف ايه في chronic glomerular sclerosis and hyalination ايوه هل بنشوف cloudy swelling في T-views هل بنشوف interstitial edema ولا dilated congested blood بيزيل اهم حاجة اللي احنا بنشوف glomerular sclerosis and hyalination احنا قلنا ان glomeruloi بتبقى فيها features بتاعت المرض الاساسي بس غالبا بيبقى فيها sclerosis and hyalination طيب اخر حاجة بيقولك acute diffuse proliferative glomerular nephritis characterized clinically by all of the following features except diffuse acute diffuse proliferative glomerular nephritis عبارة عن nephritic syndrome طيب بيبقى characterized بيه hematuria طبعا heavy proteinuria لا هو فيه proteinuria بس مش heavy ما ازوتيميا ولا hypertension هو قال ايه هو قال characteristic clinically by all except ayo characteristic by except oh except heavy معلش except by except the heavy proteinuria لانه فعلا فيه ال heymaturia وفيه ازوتيميا ازوتيميا اللي هي معناها ان المركبات اللي فيها nitrogen هالتانية موجودة في الدم زي اليوريا مثلا فهي دي الازوتيميا ومعها hyper tension انما مفهوش heavy proteinuria لو a mild كان ايه كان السؤال هيبقى غلص اصلا فخلوا بالكم الاكسيبت دي ان كنتش خدت باليمان تمام بس كده خلصنا ويا رب ما كنتش طولت عليكم انا طولت بس معلش يعني وربنا معاكم يا رب بالتوفيق ان شاء الله اشتركوا في القناة